صحيح أن أبناء الجيش الأبيض من الأطباء وطاقم التمريد يتصدرون الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا لكنهم ليسوا وحدهم من يخوض هذه الحرب الضروس ذلك أن لهم زملاء يتقدمون في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا العدو وهم عمال النظافة فإذا كان الطبيب يواجه الفيروس اللعيم مباشرة في جسد المريض فإن عامل النظافة وجامع القمامة يصارعان كورونا وغيره بشكل يومي وجها لوجه وهو أحد العناصر الأساسية في منظومة الوقاية خير من العلاج وهو أكثر عرضة للسقوط كضحية لكثير من العوامل أهمها افتقاده أبسط احتياطات الأمان على وعلى افتقاده الصوت الذي يعبر عنه ويطرح مشكلاته وحقيقة المخاطر التي يواجهها يوميا ومع تفشي فيروس كورونا في البلاد واحتمال إصابة عمال النظافة به إلى أنه لا يوجد كيان نقابي يدافع عن مصالحهم وقد أدى هذا الوضع إلى إهضار حقوقهم المادية بالنسبة لعمال النظافة أو البلدية كما هو شائع والحق في رعاية الصحية اللائقة وتوفير مسلزمات الأمان ضد الأمراض والعدوى رغم أن طبيعة عملهم كانت تتطلب توفير مثل تلك المسلزمات قبل ظهور فيروس قاتل مثل كورونا لأنهم بالطبيعة عملون بشكل مباشر مع مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا والفطريات ولأن ما قبل كورونا ليس كمثل ما بعده بات علينا جميعا كأفراد ومؤسسات رسمية وأهلية التعامل مع الأمر بمستوى التحدي لأنهم قد يمثلون مصدرا خطيرا لنشر العدوى بفيروس كورونا على نحو غير مسبوق وقد تحدث بعض عمال النظافة قائلين لم نحصل سوى على تسع كمامات ومثلها من القفزات قبل نحو 15 يوما بينما يصل عدد العمال في الوردية الواحدة إلى أكثر من 25 فردا مما اضطر الباقيين بالتعامل مباشرة مع مصادر القمامة دون أي عوازل مما يعرضهم مباشرة لخطر الإصابة خاصة بعد تصريحات رسمية قالت إن حجم المخلفات والقمامة زاد في محافظة القاهرة فقط بنسبة الضعف بعد أزمة كورونا حيث ارتفعت من 20 ألف طن يوميا إلى 40 أغلبها من مخلفات المطهرات وفائد الطعام وفي نفس السياق اشتكى بعض العمال من تعنت بعض المسؤولين عن كشوف الحضور والغياب فبينما ينتهي حظر التجوال في السادسة صباحا لا يرأي هؤلاء المسؤولين ظروف العمال القادمين من أماكن بعيدة يفاجأ العامل بتسجيل اسمه ضمن كشف الغياب إذا وصل إلى مقر عمله بعد الساعة الثامنة صباحا رغم المعاناة والمشقة التي تكبدها في انتظار بدء حركة سير المواصلات العامة هذا كله جعل الأصوات تتعالى مطالبة الدولة بتتشين صندوق مخاطر لعمال النظافة على مستوى الجمهورية على غرار الصندوق الذي تم تتشينه لصالح أعضاء المهن الطبية فالخطر الذي يواجهونه واحد ورغم أن كل الدول تقريبا تعرف قيمة عامل النظافة سيما في ظل هذه الأزمة إلا أن الأمر يختلف جذريا في مصر التي تعاني فيها تلك الشريحة الزراء واضحا ترجمة نانسي قنقر